اكد سعدة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة وزير السياحة بالوكالة الحرص على تعزيز التعاون السياحي ثنائي مع سلطنة عمان الشقيقة وذلك بناء على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والتوافق في الرؤى والأهداف المشتركة في مجال تطوير صناعة السياحة جاء ذلك خلال اجتماع عقده سعدة الوزير فخره مع معالي السيد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان الشقيقة وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون والذي استضفته العاصمة العمانية مسقط كما أكد الاجتماع على همية مواصلة العمل المشترك من عجل استثمار وتطوير المقاصد الجاذبة والامكانات السياحية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان الشقيقان للترويج للقطاع السياحي فيهما واستغلال الموارد الطبيعية والثقافية والتاريخية بشكل مستدام ومسؤول وجذب المزيد من السياح والزوار